صوتٌ يصرخ في برية الروح المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الله في العلا السلام على الأرض المسرة للناس هذه هي الرسالة الرؤية الرؤية لابن الإنسان رسالةٌ أطلقها ملاكٌ انحدر من فوق هناك حيث الله وهذا هو مكانه السامي حبرها وبريدها دعوةٌ للسلام على الأرض حاملها المحبة ونبذ القتل التلمودي والبهيمي ومسعاها حلول المسرة بين الناس الذين تليق بهم الحياة إنه فصل الدين عن السياسة عن الحكام أليس كذلك؟ فما لقيصر لقيصر وما لله لله وهو العلي في عليائه ونحن الأرضيون الساعون للسلام والمسرة والعلا إنها رحلة وصرخة معمودية السلام في الأرض منذ ألفين عام التي علقت عقولها وزنودها بطاحونة القتل منذ قبيل والتي علقت ذلك اليسوع الجليلي على خشبه ولم تحتمل بشارته ثلاث سنوات ماذا تفعلون؟ أيها الشباب ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون الآن؟ هل تسعون لرفع بيارق السلام في عالم الغابات والتوحش؟ تحملون سيزيفا وصخرته معاً وتصعدون؟ ماذا تفعلون الآن؟ وقد جعلوا من العلي سفاحاً ومؤذناً للزبح ومرنماً لأكل القلوب وشي الرؤوس؟ نعم ها أنتم تحاولون وتسعون وتقاومون الموت بالحياة وصراخ الوحوش بالموسيقى وعواء أبناء آوى بأناشيد المحبة نعم إنكم تفعلون وتسيرون على درب الرسوليين الذين سعوا لتمجيد الحياة وترقية الروح هؤلاء الذين كانوا سراج الإنسانية المتربع على العتبة قدام الناس هؤلاء الذين كانوا الشعاع الذي جعل الطيبين الطاهرين المحبين يحتملون الآلام والظلام والوحل الذي لطخ جسد البشرية لسنا من نسل الآلهة ولا حتى من أنصافها نعم ولكننا بشر بكل ما تكتنزه هذه الكلمة من جسد وروح وبياض وسواد وعلينا أن نرفع سوية هذا الجنس البشري الذي تبدو معتقداته الأولى مدماتا حتى ليظن المرء أن القتل هو الجين الأساس لهذا الجنس لذلك بالنشيد والترتيل والموسيقى نرفع الروح إلى الضياء ونقاتل طغوط القتل لذلك بالسلام نداوي جروح الحروب بكم بروحكم الشابة التائقة للسلام والإبداع نقاتل ونداوي ونمضي نعم نمضي صعودا إلى خلود كخلود جلقاماش ومدنية كمدنية أبلودور الدمشق ومحبة كمحبة المسيح عيسى بن مريم وتسامح كتسامح محمد تحية سلام لكم تحية سلام لسوريا لكل من تعذب فيها لكل من يعمل لكي يحل الحب والضوء في القادمات من سنينها العز لمن افتداها بدمه ليصبح نشيدا في الأيام الآتية وسلام عليكم وسلام لكم